أكيد وعرفنا ثاني على مناطق كنا ما نعرفوهاش في أقصى الصحراء الجزائرية مرهي بارك نصر من منبدأ فقرة البيئة فقط كين تحذير للديوان الوطني للأرصاد الجوية حذر فيه من تساقط أنطار رعدية غزيرة تتعدى 25 مم محليا على الجهة الشرقية للبلاد بداية من التاسعة إلى غاية السادسة مساء الولاية المعنية هي الصيف باتنا قسنطينا قلمة ميلا أم البواقيت بسا وسوق عرص إذن التحذير وإن شاء الله تكون أمطار خير أكيد والفلاحين أكثروا من السادقة ومن الزكاة أكيد لأنه الفترة هذه فيها الأمطار الرعدية التي تهدد المحاصيل الزراعية نتمنى أن الفلاحين يديروا ثقتهم في الله سبحانه وتعالى لأن الفلاح هو الوحيد الذي يزرع وينتظر السماء خاصة في الجزائر والاعتماد على أمطار الموسمية أكيد أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما يشاء إن شاء الله خير أكيد سيان فقرتنا واش خطرتنا اليوم نحكي على طاقة صديقة للبيئة هي الطاقة الحرارية الجوفية دائما ما نتحدث على الطاقة الشمسية طاقة الهوائية طاقة الكهرومائية لكن اليوم حبيتنا تحدث على الطاقة الجوفية الأرضية لأنها طاقة لا تنظب طاقة غير خاضعة للعوامل المناخية طاقة مستمرة ومتجديدة وأيضا لا تنتهي والأجياء القادمة أكيد رح يكون عندهم حق في هذه الطاقة لأننا حتى لو استغلناها بصفة كبيرة ما زالت موجودة بكمياتها إلى في جوف الأرض هذه الطاقة ناصر هي تستخرج من جوف الأرض من الأماكن البركانية والأماكن ذات التوتر الجيولوجي وتعتبر هذه الطاقة أكثر موثوقية كما قلت من الطاقة الشمسية والطاقة الرياح لأنها غير متقطعة وغير متوقفة على العوامل المناخية وهي دائما متوفرة للإمداد بالطاقة ومن المتوقع أنها ستمد العالم بأكثر من 600 جيجاوات سنويا وعلى مستوى العالم هناك أكثر من 700 مصنع لاستخراج الطاقة الجوفية من باطن الأرض في 76 دولة حول العالم تعتبر هذه الطاقة سهلة الاستعمال وأيضا طريقة استخدامها هي طريقة صديقة للبيئة ولا تخلف الضرر بيئية كثيرة من بين أهم الفوائد والفوائد الجملة التي تتميز بها هذه الطاقة واستخراجها حتى أنها صديقة أولا للبيئة لأن الانبعاثات الناتجة عن استخراج هذه الطاقة هي أقل من الطاقات الأخرى كالطاقة الشمسية والطاقة الرياح وحتى الكهرومائية وأنها قل استخداما للوقود الأحفوري الذي هو من أهم مسببات الاحتباس الحراري وكلما احتمدنا على الطاقة الجوفية الأرضية كلما قلت ظاهرة الاحتباس الحراري لأنه سيقل احتمد على الغاز الوقود الأحفوري كما قلت هي أيضا طاقة كما قلت متجددة لا تنتهي طاقة كامنة في الأرض طاقة بكميات هائلة كما قلت الأجيال القادمة سيكون لديها الحق في هذه الطاقة تعتبر طاقة نظيفة مقارنة بالطاقات الأخرى لأنها غير مضرعة بالبيئة ولا تسبب أي تلوث سواء بالنسبة لاستخراجها تحويلها أو حتى استعمالها ولأنها تولد أقل من 1% فقط من أكسيد النيتروجين و5% فقط من ثاني أكسيد الكربون وهي أيضا مناسبة جدا للتدفئة وتبريد المنازل في الشتاء وحتى في الصيف لو نعودوا للجزائل لو نستخدموها رح نقلوا من أعداد الوفيات اللي نشوفها بكمية بأعداد كبيرة سنويا بسبب غاز الميثان هذه الطاقة رح تجنبنا مخطر كثيرة تحفظنا على البيئة وعلى الأرواح أيضا من بين كما قلت ناصر في كل شيء في الوجود هناك عنده سلبيات وإيجابيات عندها أكيد الطاقة الجوفية الأرضية عندها إيجابيات وأيضا عندها سلبيات أنا قلت أنها صديقة للبيئة لأنه مقارنة بطاقاتها الأخرى هي أقل ضررا بالبيئة من بين سلبيات التي تنجم عن استخراج الطاقة الجوفية هي عدم استقرار سطح الأرض لأن محطات استخراج الطاقة الجوفية ثبت من خلالها أن الماكن التي توجد فيها هذه المحطات حدث فيها هبوط في الأرض وذهب العلماء إلى أبعد من ذلك لأنه يمكن أن تكون هناك تحدث ذلازل بسبب هذا الهبوط وأيضا يصدر عن هذه المحطات تكمية كبيرة من الكبريت وهو مضر بالبيئة بكل عناصر البيئة من تربة مياه وأيضا من هواء وأيضا مخلفات المياه نتجة عن استخراج هذه الطاقة قد تكون معدنية أو ملحية وتؤثر سلبا على المنابع التي تزود البحار وأيضا المحيطات بالمياه نعم خاصة سيهان نعرف أنه كل ما تدخلت يد الإنسان في الطبيعة إلا وكانت السلبيات أكثر من الإيجابيات قد تكون لدينا 600 جيجاوات سنويا من طاقة المخزنة في باطن الأرض لكن في نفس الوقت نحن نساهم بطريقة أو بأخرى في عدم استقرار الكرة الأرضية والطبيعة والمناخ وغيرها من الأمور لكن رغم هذا تبقى هذه الشهادات علماء مبنية على أسس علمية نظريات تتبق ومتبقى في 76 دولة معنى هذا أن العلم يتطور والنقاش يجب أن يبقى في إطاره العلمي سيهان لماذا قلت يجب أن يبقى في إطاره العلمي لأنه في الجزائر نقاشات العلمية أفرغت من محتواها وصارت عند العامة أحيانا تجد مجموعة تناقش أمور علمية دون علم ودون أدلة ودون براهن أكيد للأسف الشديد مواضيع عدة طرحت من طرف ناس غير متخصصين ولهذا أحدث خلط في المفاهيم وخلط في المعلومات لدى عامة الناس لذلك يجب أن يكون أهل الاختصاص هم كلهم يتحدثوا في اختصاصه وكلهم في مجاله نعم حتى في بعض الأحيان هي حروب اقتصادية حروب شخصية أحيانا بين أشخاص معنويين وتصفية حسابات يتم إقحام المواطن البسيط دون علمه يجد نفسه يساهم لتغليب طرف على طرف آخر والفائدة صفر لأنه في النهاية مثلا لو شفنا فقط الصراع حول دواء الكلوروكين أكيد والأطراف التي تحاول محاربة هذا البروتوكول هي أطراف تعتقد وتحاول الترويج على أنها تملك الحقيقة وتملك الدواء وأن الصراعات أحيانا لما تمشي للرأي العام والمواطن البسيط عامة الناس تكون لها تأثيرات سلبية أكثر منها إيجابية أكثر سجالات غير نقاشات عقيمة وليست من أهل الاختصاص وفي تالي سنروح الأمور ربما نتائج سلبية وعواقبها ستكون وخيمة لو نروح مثلا كورونا هناك صديقة للبيئة حافظت على البيئة من ناحية كبيرة أنها قللت من نسب التلوث وتراجع النشاط الإنساني بصفة كبيرة وهذا جعل الطبيعة تأخذ قصة من الراحة ماذا ذهب الإنسان؟ ذهبوا إلى تعقيم الشوارع بمادة الكلور الكلور السامة هذا أمر خطير جدا حتى الكمامة التي نرتديها يجب أن لا ترمها كذهبا يجب أن ترمها في أماكن متخصصة لأنها تعتبر بؤرة للفيروسات تحمي نفسك وترميها في البيئة فرح تكون مختلف الكائنات معرضة لخطر انتقال هذه الفيروسات بطريقة أو بأخرى خاصة أنه في التوصيات الأولى للمنظمة العالمية للصحة ركزت على ضرورة استعمال المناديل وكان في التوصيات رمي المنديل بعد استعماله في أماكن مخصصة المنديل فما بالك بالكمامة التي يستعملها المواطن تعتبر أكبر حامل للفيروس أكبر حامل للفيروس إذا وجدت إذا رميت وكين أطفال كين حيوانات ونعرف أن المشكلة اليوم في كورونا أنها انتقلت من الحيوان وطورت نفسها عند الإنسان يعني هناك خطر كبير جدا لكن رغم ذلك قلنا أن الكورونا ساعدت الطبيعة وأعادت الأمور إلى نصابها في نفس الوقت الكثير من الجزائرين خاصة سيهان من التجار سائقي سيارات الأجر ومختلف المهن والحرف والنشاطات الاقتصادية رمي يقولوا على كلامنا الآن أننا كيف نحكي وعلى إيجابية كورونا رهى الناس تأثرت الكورونا أكيد وسمحي لي سيهان فقط أنا أعود إلى ما قاله ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء عديد النقاط من بينها تمديد منحة عشرة آلاف دينار جزائري لصالح المتضررين من إجراءات الحجر الصحي لغاية انتهاء العمل به الإبقاء على قوائم المستفيدين من المنحة مفتوحة للمتخلفين عن التسجيل الرئيس يقرر في اجتماع مجلس الوزراء رفع الحجر على قطاع البناء والأشغال الأمومية وهما قطاعان حساسان مهمات فيهم نسبة كبيرة من اليد العاملة تعويض صغار التجار المتضررين وتمديد المنحة للمتضررين كما قلنا والبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صغة لرفع الحجر تدريجيا الأمر يشمل بعض المهل ونشطات تجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار وباء كورونا وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حماية حياة المواطن بعد طول توقفها ودراس إمكانية مساعدة صغار التجار يعني نقاط مهمة هي ربما ستزين نوعا من التشنج الحاصل عند التجار وأذكر فقط أنه غدا حوالي ساعة الحادية عشر سيكون لقاء بين الأمين العام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوزير التجارة لتقديم مجموعة من المقترحات التي يراها الاتحاد مناسبة للتجار خاصة الصغار المتضررين وحديث أيضا وجميل جدا فكرة من بين المقترحات سائق سيارة الأجرة لما يكون عنده حاجز بينه وبين الزبون سيكون سيوضع حواجز بين الزبون وسائق سيارة الأجرة لحماية الزبون وحماية سائق الأجرة أيضا من بين النقاط البحث عن آليات لتدعيم التجارة المتضررين وشفنا الحركات الاحتجاجية على التجار رغم أن الظرف الاستثنائي وشفنا هذه الاحتجاجات في عديد من الدول الجملاج لن يكون مع سائق سيارة الأجرة أن يترفض واحد وعلى سائق سيارة الأجرة أن يلتزموا بهذا وغيرها من النقاط لأننا في ضرورة حتمية نحن نثمن هذه القرارات هي قرارات مهمة في صالح المواطنين أكيد لأننا في ضرورة حتمية لأنه حتى في ديننا الحنيف أنه دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر الضرر الأكبر أنه كان حياة الناس رأي مهددة بالخطر بسبب هذا الفيروس فضرر الأصغر أننا نضحيه قليلا ونصبره لأنه ما كاشر يموت من الجوع لكن الأكيد أنه حياة الإنسان هي الأهم نعم أي نقطة أخرى عينناها في الواقع شفنا أنه منحة العشرة ألف دينار جزائري مليون سنتيم تصرفها الدولة عن طريق النقابات وعن طريق الاتحاديات بالتجار وغيرها وشفنا توافد في نفس اللحظة وفي بعض السلوكيات البيروقراطية على المستوى المحلي أحيانا يجد المواطن نفسه أو التاجر نفسه يعني مخير بين أنه يكون وسط الغوغاء ويحصل على العشرة ألف دينار جزائري أو ينساحب ويسمح في العشرة ألف دينار جزائري من المفروض في الإدارات على المستوى المحلي كل واحد في الإدارة يتحمل مسؤوليته ويعرف أنه هذا جهاد إذا كان الجيش الأبيض في الصفوف الأولى فأنتم أيضا في الصفوف الأولى لأنكم مطالبون بالعمل وتلبية طالبات ونعرف أنه خمسين بالمئة من العمال متواجدين في إطار المرسوم الرئاسي الخمسين المتبقية عليكم أن تعملوا بجد واجتهاد لأنه العشرة ألف دينار المليون اللي ربما أنت ما تسنيش على الورقة ما تمضيش على الورقة أو تعطل العملية ركت تعطل في آلاف العائلات لمحتاجها العشرة ألف دينار جزائري والناس ما كانتش تحتاجها العشرة ألف من مختلف التجار والاقتصادي شرائح المجتمع نعم هذه رسالة إن شاء الله توصل للأصحاب أكيد أكيد أنه في النهاية الأفكار هي الأساس حديثنا اليوم عن الأفكار عن مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي لفيلسوف الحضارة ملك بنبي الجزائري الذي نفخر به أين أما حللناه في كل ربوع العالم في كل شبر من شبر هذه الكرة الأرضية مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي اخترت فقرة مهمة ناصر من هذا الكتاب المهم جدا لمالك بنبي وننصح كل إنسان يحب يقال مالك بنبي يبدأ بهذا الكتاب لأنه يمهد لك أن تبحر في فكر هذا الرجل العبقري الذي أنجبته الجزائر وتفتخر به أكيد بداية ناصر إن حضارة ما هي نتاج إن الحضارة هي نتاج فكرة جوهرية تطبع على مجتمع ما في مرحلة ما قبل التحذر الدفعة التي تدخل به التاريخ ويبني هذا المجتمع نظامه الفكري طبقا للنموذج الأصلي لحضارته إنه يتجذر في محيط ثقافي أصلي يحدد سائر خصائصه التي تميزه عن الثقافات والحضارة الأخرى إن دور الأفكار في حضارة ما لا يقتصر على مجرد الزينة والزخرفة كزخارف المدفأة في المنزل مثلا فهو لا يصبح كذلك إلا حينما يصبح المجتمع في عصور ما بعد التحذر ففي فترة اندماج مجتمع ما في التاريخ يكون للأفكار دور وظيفي لأن الحضارة هي القدرة على القيام بوظيفة أو مهمة معينة ويمكن تعريف الحضارة في الواقع بأنها جملة العوامل المعنوية والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يوفر لكل عضو فيه جميع الضمانات الاجتماعية اللازمة لتطوره فالفرد يحقق ذاته بفضل إرادة وقدرة ليستان نابعتين منهم بل ولا تستطيعني ذلك وإنما تنبعني من المجتمع الذي هو جزء منه وإذا ما ركن لقدرته وحدها وإرادته وحدها فإن هذا الفرد المنعزل والمنقطع عن كل اتصال بجماعته يصبح مجرد قشة ضعيفة رغم كل الوسائل التزيين الأدبي التي يستعين بها الكاتب الروائي ليحيط بها حياته هنا نشوف ناصر أن كل الحضارات في العالم وعبر التاريخ نبعت من أصالتها ومن ما تملكه من مكونات مثلا نعود للجزائر نسقط هذا الكلام كلام مالك بنبي على الجزائر نشوف المقومات الثقافية المقومات الحضارية الزخم الحضارة التي تتمتع به الجزائر من مختلف الأعلاق الموجودة فيه هذا التنوع في الفرد تنوع في الثقافة تنوع في المطبخ تنوع في المناخ تنوع في التضاريس كل هذا يعطينا دفعة قوية لأننا ندخل في التاريخ ونخرج من لي للتاريخ كما يقول مالك بنبي لو نشوفوا مثلا كنت ذكرت مسبقا ناصر الزربية المصابية النسيج الأزياء القبائلية كل هذا مثلا لو نسقطه على الصناعة النسيجية رح يعطينا مقومات كبيرة لأننا نكونوا في طليعة الأمم في الصناعة النسيجية لا تكونش المدى الأولية تحتها فقط ذلك القومة تكون المدى الأولية تحتها الروح الجزائرية حب الجزائري لإبراث ثقافته واحتزازه بهذه الثقافة وإيصالها لكل العالم لو نروحوا مثلا المجال الفلاحة كما قلت اقتصاد الجزئي كل هذه المقومات حب الجزائري للأرض وحبه للفلاحة وعلى الضراعة وحبه لهذا المنتوج الذي نتمتع به ونزوخه به كما نقول أمام العالم قلنا أنه الجزائر أرض الشمس منتوج الجزائري كما ونوعا وكيفا بالتحديد وبالأخص لتركز على هذه النقطة بالذات يعطينا الأسباقية ويعطينا القطرة ويعطينا هذه الطاقة ودفعة لأننا نكون في مقدمة الدول في الإنتاج الزراعي ناصر وكما قلنا وبدأ مالك بن النبي الأفكار هي الأساس لأنه نشوف أمم تملك الأفكار هذه الأفكار تسطر بها مخطط عمل في النهاية نصل إلى نتيجة وهذا العمل الأفكار تحتاج إلى أنه الإنسان يعرف ويكون على يقين ويعتقد اعتقادا كاملا بأنه لا مكان له خارج هذا المجتمع أكيد أن يعيش وسط المجتمع أن ما تقدمه أنت ويقدمه الآخر في النهاية أن نجتمع جميعنا من أجل هذا الوطن تحدثنا على الأفكار ويوم أمس الرئيس تبون دعا لرفع العالم الوطني فوق كل منزل في المناسبات الوطنية وأيضا تحدثنا الاهتمام بالذاكرة ليس بنزعة ظرفية وإنما هو واجب وطني مقدس لا يقبل أي مساومة وهذا جنب في ظرف استثنائي وشفنا المحاولات المحاولات الدول الاستعمارية الدول الحاقدة عن الجزائر كيف تحاول في كل فرصة تشويه تشويه حتى أعز شيء اليوم نحن كجيل جديد نفتخر بالحراكة الثانية والعشرين فيفري يحاولون تدنيس كل شيء حتى العينات التي ركزوا عليها أرادوا من خلالها إيصال رسالة إلى أطراف أخرى لتعرف الجزائر ومغالطتنا قالوا لنا ها هو حراككم ناسين أو متناسين أن هذا الحراك خرج فيه في بداية في الثانية والعشرين فيفري 2019 أشجع 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 أبناء الجزائر الذين كسروا جدار الخوف في الشارع لما الأسماء التي خرجت في الثانية والعشرين هي أسماء لا تشبه الأسماء التي ركز عليها هذا الروبورتاج لأنه الخوف لا يقهره إلا الرجال أكيد وهذا الشيء ليس بالغريب على هذه الأطراف الخارجية لأنه كما من قبل حاول التشويه رموز الثورة الجزائرية رموز العظيمة التي نفتخر بها وهذه من بين أهم النقاط التي يركز عليها الأعداء في ضرب أي أمة ضرب الرموز ضرب التعليم وضرب المرأة الرموز من بين أهم مقاومات والركائز التي يقوم عليها المجتمع التي تكون الأجيال قدوة تحتذى بها لذلك ناصر كما قلت نرجع للأفكار ناصر ألمانيا هتلر لما زرع في فكر كل فرد في فكر كل فرد ألماني أن الفرد الألماني هو المميز في العالم الجنس نعم عندما نشأ الفرد الألماني على هذه الفكرة وقتنع بها ونجح هتلر في إقناع الألمان بهذه الفكرة تضاع الفرد الألماني أن تكون صناعاته فعلا متفردة في العالم بسبب هذه الفكرة غرست في فكره إذا أخذنا طبقنا المثال على تركيا فقط تركيا والحنين إلى الدولة العثمانية جعل الأتراك اليوم يجتهدون كل ومستواه من أجل إعادة أمجاد ونطمحوا في كل شيء من حقنا كجزائريين أن نطمح أن تعود الجزائري إلى سابق عدها ربما لاستعمار الفرنسي 130 سنة حاول طمس العديد من الأشياء الإيجابية الموجودة في الجزائر لكن اليوم كجيل نملك كل الإمكانيات لنعيد تاريخ والأمجاد وأن لن نتوقف في نقطة واحدة لأن تقريبا الجزائرية قديمة قدم التاريخ أكيد ذكرت ناصر تركيا أردوغان لم يكن صعبا عليه أن يوعد هذه الروح الرجل العثماني الذي كان قبل سنوات يحكم العالم ككل لم يكن من الصعب عليه أن يوعد هذه الروح في الفرد التركي وبعث الحضارة من جديد في دولة تركيا وأصبحت تركيا في الظروة وظرف وجيذ في أوائل الدول في كل المجالات الجزائر أيضا في وقت سابق كانت في مقدمة الدول كانت تعير الدول الأموال كانت الأسطول الجزائري معروف كانت كل الدول العالم تحتمي بالأسطول الجزائري كل هذا التاريخ المشرف الذي يضارب في جذور التاريخ يعطي للجزائر أمل وأيضا الجزائر ليس صعب علي أن يربط نفسه بماضيه وبتاريخه ويعيد الحضارة من جديد ويبعث الروح الجزائرية التي بنت الحضارة في وقت سابق أن يبعثها من جديد في الجزائر وهي أزمة الثقة وسرطان التخويف والتخوين والتشكيك حتى أن المواطن اليوم لما تحكيله على الثورة الجزائرية أو تحكيله على أمجاد الأجداد عبر القرون الماضية يبدأ هناك خلايا نائمة سرطانية تحاول التشكيك وزرع التشكيك والمشكلة سيهم أن المواطن الجزائري اليوم مغلوب على أمره صار يتقبل أي شيء سلبي يرفض أي شيء إيجابي إذا قلت رسالة إيجابية سيتنساها دون علمه إذا قلت رسالة سلبية انتقادية حاقدة ستجد هناك متعاطفين ومن يروجون لتلك الأفكار وهذا ما يتناقض مع ما جاء به مالك ننبي أكيد وشكرا لك أكيد شكرا ناثر شكرا ناثر